بيجي قولوكم هيا نمشيوا للشارع نمشيوا للشارع في الظروف هذه في الوضعية الخائبة وانبعد هما يقعدوا في ديارهم ويخرجوا الشعب معه الوضعية كذا وكذا وكذا وبينوا اللي هما ما فيهم حتى حد ذرب والاخرين ديجاء مذاكروش بالاسم اشكون اللي يضرب فاقعدنا نحن بين هذا وذاك ما نعرفوش شفهمه وش ما فهماش معقول ويعطيك الصحة وخرجت ووضحت للناس انتي في خطاب وقلت يا ناس هاو مجريات الحدث هذا شنو صار فيه وشنو صار فيه به برش رئيس استدعى كتلة او الكتلة مشاتلو لحقيقة ما زلنا ما نعرفوش هل هو استدعى الكتلة او الكتلة مشاتلو تتشكا فهذا موضوع اخر كان الرئيس استدعى الكتلة يا اخويا زادة ائتلاف الكرامة من حقهم انتي تستدعاهم وتعايتلهم ولو ما فهم ما بيناتكم اختلافات فانت رئيسنو بالكل وكان هما مشاولو فيأتي لي في الكرامة حتى انتو ما كيف ما هما مشاوا يشكيو انتو ما زادة ازم تمشي وتوضح اما انك تخرج نائب تحكي بمنطق انتي نائب اخويا انا سيف ما انتخبتوش وقيس ما انتخبتوش لكن اعترف انه سيف نائب شعب ينوب الشعب الكل بحكم انه في مجلس النواب ورئيس قيس سعيد قيس رئيس ينوب الدولة الكل بحكم انه ربح بكل شفافية وبكل ديمقراطية انه رئيس دولة يعني الحكاية مفيهاش غورة مفيهاش نغرية بعدين نتبدل مشايا باس الاسباب بتاع باس كتاف ماكرون وقال حماية مش استعمار كيف كيف سيف قال نبيل به وعليه ويضحك ويلعبه ويهيه هذا راو حق راهو هذا راو حق ليش نقول لكم رانا نحنا نقض ونتعارك وهم يتحالف واللي ينغر من الكلام هذا حشاكم وحشاقداركم ما هوش انسان ما هوش صاحب عقل وما هوش صاحب حق ومغضوب عليه اليوم الدين لانه الحق عنده ناس وعنده اهل عابير موسيس باب الخراب نتفق معاك وجهوها بالقانون يا اخوة وجهوها بالقانون عليش بالعرك هاو زيدا سيفي عارك همزو زيد عارك نحنا ملينا من العرك نحنا كرهنا حاجة اسمها عارك اما انك تخرج ليه رئيس يمثل الدولة التونسية ليهو يمثل الشعب الكل سي سيف انت تحكي بالديمقراطية برك الله فيك وقلت الي نحنا منتخبين ناس برك الله فيهم انتخبوك رغم انك انتك انتخبوك رك حطيت تصويرتك بحضة تصويرت الرئيس وبعدين اتخالفتوا ما هيش مشكلة الاختلافات ما تهزش للفوضى هذه الاختلافات هذه ما ينزمكمش تنقلوها للشعب لانه الشعب تحبه ولا تكره تلمون فادده تلمون الخنقة واصلته لهنا ولا يجي يقول صح يقول سداف فانقلته العدوى هذه وحطيتوه ناس يقولولك فما ناس انتخبو اتلاف الكرام على خاطر حطوا تصويرت سيف بحضة تصويرت الرئيس هذا حق ما ينغر منه احد والحال وانه فما برشا ناس رأيهم تبدل وهذا حق ما ينغر منه احد وفما ناس انتخبو سيف ليه سيف ما يعلبلهمش بقايس ايه لكن المشكلة وين توا نحنا المشكلة انه عنا نائب شعب مسؤول كيف يقول كلمة ترتج الدنيا ماك شخص عادي انت نائب شعب يلزم تنتقي كلمتك والقائد هو اللي يجمع مش اللي يفرق ويا سيد الرئيس انت كي عندك اشكال مع احد على الاقل كي يبدأ فهم مشكل اجبد الطرف هذا والطرف هذا يا سيدي هوا اللي وعنا اولاد صغار طوى نحنا في المدلس النواب يتعاكم خليك انت ساحب العقل كبير واجبد هذا واجبد هذا اللي يقول لي مرسيح ساعة مهبوء اللي طالع طوي يقول مرسيح مجنو ما قلتش حتى كلمة غالط ومعطيتش حتى واقعة غالط سيف اطلع تصويرته مع تصوير قايس عي موجودة البلاكة في الزهروني طلعوها ولاد الزهروني طلعوها اللي هو ما فهم حتى مشكل هما شافوهم فرد توجه وقالوا لي هذو ما فرد توجه صحة ميسيلش هذا اختيارهم انبعد تفرقوا بيه انتم تفرقتوا تفرقتوا سياسيا عليش تولي عركة عليش تولي سبوا عار عليش تولي فوضى انتي سيف وعدت الناس وقلت كل شيء موثق سبيت نبيل القروي هك سبيته نبيل القروي واخذيت عاطفة الناس وقلت اللي راه هذا انسان فاسده ونحن مستحيل نكونوا معاه ومبعدين توافقتوا وقلتوا تكتيك وقلتوا لي مصلحة للدولة وقلتوا باش ناخذوا الحكم باش ما نقعدوش مطايشين الاسباب اذكروها كيف ما تحبوا لكن فيه لخر بالكل هذا اليساء دا كوردو باه عندك رئيس اي رئيس قال لك خويا الاستعمار هذا حيماية وجينا ضده في الموضوع هذا وقلنا مجمناش ما نوافقوش نحن على الكلام هذا وعنا جدودنا وعندهم روسهم طوى محتوطة في مطحف الانسان يا سيد الرئيس لكن فما حق اهربوا الحق محشتناش بتشتون شعبنا ما تشتون ناش يزي هو مفرق هو في مخه مفرق هو في مخه عايش اسكيزورخيني يزيونا يا اخوين ما نختاروكم على الاقل على الاقل على الاقل استحفظوا على التراب على الاقل عيشوهم الاربع سنين هذو ما وماكمكم وعملوا كيف ما تحبوا وخرجوا النواب اكل في الجهاد وعيشوا في تونس وصيبوا ولاياتكم اللي كنتوا فيها وخليونا التراب خليونا التراب يرحم والديكم خليونا التراب مبعد يخرجينا والدي بلادي يسبني على خاطرينها بطستاتيو قلت لي رئيس الدولة راه يمثل الدولة رئيس الدولة يمثل الدولة حتى حد ما عنده حق بش يسبه واللي يسكت الواحد بش يسب رئيس دولته معناه راه سبله دولته بغض النظر عن كونه قيس ولا غيره نحنا مرضينيش على الباجي قايد السبسي اللي نحنا ضده كرمه يتقال عليه بالكوش ولغة كوش ولغة كل التحيات حاشاكم وحاشا قدرك ومرضينيش على رئيس منصف المرزوق يتقال عليه ترتور حاشاكم وحاشا قدرك لانه يمثل دولتي اخويا هذك رئيس دولتي هذك الدولتي انا هذيك تونس اللي عندها رئيس يلزمني نحترمه على خطرها ما نحترموش على خاطره هو نحترم الرئيس على خاطرك التراب هذك على خاطرك البلاد هذيك فالرئيس مهما كان اسمه وعمره ما كان عندي رئيس يجي واحد يقوله عندك ريح ذري عشا وعمره ما كان عندي رئيس انا يجي واحد يقوله راني ما نستعرفوش بيك وكي تحكي بمنطق الديمقراطية ياسي سيف راهو انظف ما فام مقايس فالساحة تحبه ولا تكره الناس اخترته على انظافته كان عندكم دوسر يجب دهول قلته بعد منافق وحكايات وكذا الذي خبته من انظافته شنو هذي شنو هذي شنو هذي شنو هذي العرك متاع الذري متاع المفرخة متاع قلة الحياة هذي سامحوني في الكلمة شنو هذي كنا عندك ريح ذري عشوا ضربة ثين عاملين لايف ضربة ثين عاملين لايف وشو اللي يموتو علي ذي اتوا ومغليها تليفوناتكم ومغليه ياخوية انتو ما عندكم الحق قالوا الرئيس ما عايط لنيش وعايط للناس هذوم ما مسيلش كونو باهي كونوا شكبوا بالذكاة بالسياسة شكبوا عليهم الناس هذو ما شكبوا عليهم بالذكاة خليونا نحنا نوافقوكم ونجيه معاكم وقولوا والله عندكم حق ياكم حكيتوا الحكاية بالضبط وما فهم حتى الصورة تثبت كذا وكذا ونسكتوا على الارواح اما تطلع اخوي تسب رك سبيت رئيس اختاروه الاف الناس فانتي سبيتهم هما وراهم بيمن اللي انتخبوا قيس سعيد هما بيدهم انتخبوك انتي هما بيدهم انتخبوك انتي طويا تطلع لي هذية تسمعي كي نحكي انا قولي تشعل في النار نعرض الله علي ما يحشمش وعلي اللي يشعل في النار هما اللي قسموا الشعب في بعضه وتلموا هما مع بعضهم اللي يشعل النار هما اللي قسموا الشعب والي وعدوا وعود كاذبة وبعدين تلموا في بعضهم انا اتجي رئيس دولتي احترموا ناس اللي تعيش في الخارج اللي عندهم نواب واللي انتخبوك احترموهم يجي واحد نحنا منه من بره هو يعرف اللي يعيش البره يعرف اقتلاف الكرامة ولا النهضة والمواطن عادي يعرف الأحزاب هذه يعرف رئيس دولة اسمه رئيس قيس سعيد في يوم ما قال كذا يشوفوا فيه رئيس مستقل يطلعينهم بعد يقولون نحن يجيوا وقالون ما نستعرفوش برئيسكم وشنو ما معناها كان عندك ريح ذري عشرة وطلع واحد فيكم يقولوا كان عندك ريح ذري عشرة هذا رمز دولة أخوي هذا رمز دولة تحبوا ولا تكروا كنتوا تنجموا تقولوها قبل على غيرهم عليها كي عليها طيحونا فيقدرنا قدام العالم يا سيدي يكبروا في عقولكم يكبروا في عقولكم شنو كان عندك ريح ذري عشرة وما تمثلنيش وبيفاصون وبيح يسر وبيفاصون ما يجيش متاعك يا سيف ما يلزمكش تكون هكيا يا أخوي أنت نايب بما أنا أنا ما اخترتكش ونعترف بيك احترامة لديمقراطية أنك نايب تمثلني يا أخي أنت نايب يلزم تجيب مصلحة تونس ويلزم تحطونا محكمة دستورية ويلزم تحطونا مشاريع ويلزم تحاسب الفسيد ويلزم تعارك ويلزم تفضح أما مش بالقباحة وقلة الحياء مش كان عندك ريح ذري عشرة أقم لومتوا عليه محمد بوغلب كي قال كان عندك ريح ذري عشرة وخايض ودرشنو